مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة تسعة وثمان أسبوع التقويم والدعم حصة التقويم أصل بخط أصل بخط مرقم بين شكلي نفس الجسم الصلب ثم أكتب في الخانة المناسبة اسم العملية تقطيع تكسير أو طحن فعندنا هنا مجموعة دي الأجسام إما كنقطعها أو لكنكسرها أو لنقوم بطحنها لنحصل على أجسام أخرى إذن ناخد مثلا كأس الزجاج فسنقوم بتكسيره لنحصل على هذا الكأس المكسر إذن قلنا تكسير ندير هنا واحد واحد وندير فيه تكسير تكسير الكأس مكننا من الحصول على قطع الزجاج أو لكأس مكسر عندنا حبوب البن حبوب دي القهوة قد ندير هاد الحبوب لهاد العلبة دي القهوة ونديره جوج إذن نقوم بسحق حبوب البن سحق أو لطحن إذن سحق أو لطحن كتبوه هنا يا سحق سحق حبوب البن فكننا نحصل على البن يعني القهوة ثم عندنا حبوب القمح قد نديرها للدقيق ثلاثة لنقوم بطحن حبوب القمح لنحصل على الدقيق ثالثا طحن طحن حبوب القمح فنحصل على دقيق القمح ثم عندنا هاد الرولو دي الأليمنيوم أو اللا ديال الثوب فنقوم باتقطيعه لنحصل على هذه القطع الصغيرة دم قطعة ديال الثوب ندورة فأربعة قمنا باتقطيع قطعة الثوب ونكتب رابعا تقطيع إذن تكسير كأس الزجاج سحق حبوب البن طحن حبوب القمح وتقطيع قطعة الثوب التقويم التوليفي أضع خطا مغلقا حول الأجسام التي تحتوي على مادة غازية ألون بالأزرق الأجسام المكونة من مادة صلبة وألون بالأخضر الأجسام التي تحتوي على مادة سائلة فهذا التنجرة هذه فهذا الكوكوت فكتحتوي على الغاز كاللحظة بخار الماء يتصاعد فبخار الماء هو غاز إذن ندوره على التنجرة على الكوكوت هذه القنينة فهي غير فارغة فبداخلها هواء إذن بداخلها غاز كذلك هذه القنينة كاللحظة الفقاعات دليل على وجود الغاز أيضا هذا شومبرير هذه السفاحة فكذلك بداخله ماذا؟ بداخله هواء أي بداخله غاز فالهواء عبارة عن غاز ألون بالأزرق الأجسام المكونة من مادة صلبة فالحديد مثلا مادة صلبة البلاستيك يجب أن لون هذه الكوكوت هذه كلها بالأزرق فالحديد وكذلك البلاستيك من المواد الصلبة أيضا هذه القنينة الفارغة فهي من الزجاج والزجاج مادة صلبة كذلك هذه القنينة أيضا هذا الشومبرير هذا مادة صلبة القلم كذلك مادة صلبة وألون بالأخضر الأجسام التي تحتوي على مادة سائلة فالكوكوت بداخلها الماء إذن سألون كذلك الكوكوت بالأخضر تنجرة سنلونها أيضا بالأخضر لأنها تحتوي على الماء وبفعل الحرارة الماء يتبخر كاللحظة بخار الماء يتصاعد أما هذه القنينة فكذلك فبداخلها الماء بداخل القنينة الماء الشومبرير فهو بداخل الهواء وليس الماء أما القلم فالقلم جسم صلب كي تكون من الرصاص ومن الخشب نمر إلى تقويم تملك نهج التقصي ماذا ألاحظ في الصورة لاحظ الصورة نلاحظ في الصورة جريان مياه شلال إذن ألاحظ في الصورة جريان مياه شلال إذن جريان مياه شلال ثانيا أطرح سؤالا حول ما لاحظته نلاحظ جريان مياه الشلال سنطرح السؤال التالي هل الماء مادة سائلة أم صلبة إذن هل الماء هل الماء مادة سائلة أم صلبة على ما تستفع أعطي جوابا لسؤالي إذن سنفترض أن الماء مادة سائلة الماء مادة سائلة أقترح طريقة للتحقق من جوابي إذن سأحاول مسك الماء بالأصابع فألاحظ أني لن أمسكه بالأصابع إذن لأن الماء لأن الماء لا يمكن لا يمكن مسكه بالأصابع فالأجسام التي لا يمكن مسكها بالأصابع فهي أجسام سائلة كالحليب كالحليب الزيت الماء فلا يمكن مسك الماء بالأصابع فابترف هو جسم سائل أكتب خلاصة لما توصلت إليه الأجسام السائلة كما قلنا الأجسام السائلة لا يمكن لا يمكن مسكها لا يمكن مسكها بالأصابع الأجسام السائلة لا يمكن مسكها بالأصابع إذن سنعيد ما قلنا قلنا ماذا ألاحظ في الصورة ألاحظ في الصورة جريان مياه شلال أطرح سؤالا حول ما لحدته هل الماء مادة سائلة أم صلبة أعطي جوابا لسؤالي الماء مادة سائلة اخترح طريقة للتحقق من جوابي لأن الماء لا يمكن مسكه بالأصابع اكتب خلاصة لما توصلت إليه الأجسام السائلة لا يمكن مسكها بالأصابع نمر إلى صفحة 90 النشاط الأول ربط مصباح بعمود أسطواني إذن عندنا العمود الأسطواني والمصباح وكذلك سلك سلك التوصل إذن عمود أسطواني وكذلك سلك التوصل سلك كهربائي نحتاجه لسلك كهربائي ونحتاجه أيضا كما قلنا المصباح أتمرن على ربط مصباح بعمود أسطواني بواسطة سلك موصل ثم ألون بالأصفر المصباح الذي يضيب إذن في الحالة الأولى لاحظوا في الحالة الأولى سنأخذ العمود الأسطواني وسنربط العقب مع القطب الموجب والسلك سنضيبه مع القعيرة النحاسية وغادي ندعو السلك لاحظوا القطب السالب بعد أن نتبت الطرفين جيدا فاشنو كنلاحظو كنلاحظو أن المصباح يضيء لاحظو الإضاءة دياله ضعيفة المصباح يضيء كنلاحظو أن المصباح يضيء لكن الإضاءة دياله ضعيفة كما كنلاحظو إضاءة ضعيفة لأن في الحالة الأولى المصباح يضيء في الحالة الثانية الحالة الثانية نديره نفس الطريقة غادي ناخده المصباح وغادي نوضعه في القطب السالب وغادي نجيبه الطرف الآخر ونديره في القطب الموجب فكاللاحظه بأن المصباح لا يوضع لماذا لأن طرف طرف هذا دي السلك هو في العقب والطرف الآخر هذا هو غادي القطب الموجب فكي يخصيكون واحد طرف في العقب والآخر في القاعرة يعني في المنطقة النحاسية في الحالة الثالثة في الحالة اللولة فالمصباح يضع لونه بالصفر في الحالة الثانية لا يضع المصباح في الحالة الثالثة الحالة الثالثة وناخده مرة أخرى المصباح ونربط طرف السلك بالقاعرة النحاسية ونحطها الطرف هذا على القطب السالب ثم قد نوضع الطرف الآخر دي السلك في القطب الموجب كذلك المصباح يضي إلا أن الإضاءة كما قلنا فهي ضعيفة لاحظوا يضيء المصباح في الحالة أيضا يضيء المصباح في الحالة الرابعة فلن يضيء المصباح لماذا؟ لأن عندنا هالطرف هذا دي السلك ما غاديش للقطب الموجب إذن لن يضيء المصباح في الحالة الخامسة في الحالة الخامسة قد ناخد القطب ناخد القطب الموجب قطب الموجب وقد نوضعه عليه لاحظوا القعيرة النحاسية ثم في الطرف الآخر قد نجيبه العقب قد نجيبه القطب سالب فكذلك في هذه الحالة سيضيء المصباح لاحظوا سيضيء المصباح كذلك واللون المصباح ثم في هذه الحالة قلنا في هذه الحالة قد نضيء المصباح قد نجيبه القعيرة النحاسية وندوها القطب السالب والسلك قد نجيبه واحد طرف دياله القطب الموجب والطرف الآخر العقب بالطريقة لاحظوا فكلاحظوا كذلك أن المصباح يضيء المصباح يضيء لن يضيء المصباح في هذه الحالة أيضا في الحالة الأخيرة كاللاحظوا أن العقب العقب ما غادلش سلك فبالتالي لن يضيء المصباح لأن قلنا الشرط بشي بشيش علم المصباح يجب أن نربط عقبه وقعيرته بقطب العمود عقبه وقعيرته بقطب العمود فعندنا هنا العقب ما مربوطش مع أحد مربطي العمود النشاط الثاني أنجز التجربة وأتمم الجمل بما يناسب الهواء القنينة النفاخة شكلها إذن عند تشويه ماذا عند تشويه القنينة من اللي كان بركوع للقنينة عند تشويه القنينة ينتقل جزء من الهواء إلى ماذا ينتقل جزء من الهواء إلى النفاخ فيتغير شكلها فيتغير شكلها عند تشويه القنينة ينتقل جزء من الهواء إلى النفاخ فيتغير شكلها يشغل كل الحيز الممنوح له يشغل من يشغل الهواء يشغل الهواء كل الحيز الممنوح له لنقلنا عند تشويه القنينة ينتقل جزء من الهواء إلى النفاخ فيتغير شكلها وقلنا أيضا يشغل الهواء كل الحيز الممنوح له وبهذا نهي تعملين صفحة 90 أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الثاني والتي يضايرة أمامكم في البلايليست نلتقي في الصفحة 91 إلى اللقاء